بعد ما كملوا الماتشوات متاع أسبوع الفيفا سواء الماتشوات الرسمية وإلا الماتشوات الوديدة بش تصير برشة تغييرات في الترتيب الجديد متاع الفيفا اللي بش يطلع بش هارة غريب والمنتظروا أنه الليكيب الناسيونال متاعنا بش تطلع بزوز مراكز بش تقدم بش تولي فانت ويتيام يقال ماهو المنتخب الجزائري والمنتخب المصري زاد بش يقدموا في الترتيب العالمي وبش يقدموا زادة في الترتيب الافريقي مش يدخلوا في الخمسة مراتب لولاني عالميا بريزيل بش توخر كانت لولا بش توالي ثالثة واللي بش تقدم وتولي لولا فى بلاستها هي الارجنتين نعطيكم بالتفصيل الترتيب الجديد واللي الرفع الأمة اللي إخذاهم الفرق اللي استفادت من أسبوع الفيفا ذاية وبالتالي بش يتحسن التصنيف متاحها فى الترتيب الجديد متاع الفيفا نبدأ بالترتيب العالمي الارجنتين بش توالي هي لولا بعد ما ربحت لدو ماتش الاخرانين صحيح هم ماتشوات ودية لكن اخذت عليهم نقاط اخذت عليهم 2.5 وبالتالي بيش تقدم بيش تولي هي لولا ايجال مو فرنس ربحت دو ماتش الاخرانين هم ماتشوات رسمية وستفادت من الاسبوع كونها ربحت بريسك 15 لقطة بيش تقدم بيهم بالقدار بيش تولي هي الثانية كانت تقبل هي الثالثة بعد بريزيل والارجنتين دونك اللي فعليا تغير المركز وهي لبريزيل كانت لولا واخرة ولت الثالثة وبالتالي للارجنتين فرنسا ولا وقبلها دونك اذا اهم اللي صار في اعلى الهرم بالنسبة لنا احنا كاتوانسا اللي همنا ترتيب تونس عالميا وترتيبها افريقيا عالميا دونك تونس ربحت جوزبلايس ولت في المرتبة 28 كانت في المرتبة 30 بعد ما ربحت ضد ليبيا ليروتور وكسبت بالتالي 9 نقاط ونص تقريب وهكاكا قعدت ترتيب متاحها الثالثة افريقيا المغرب هي اول فريق افريقي في المرتبة 11 عالميا سينيجال الثانية في المرتبة 18 هي بيدها قدمت بمرتبة كانت 19 و18 تزاير ومصر هما اللي تحسن ترتيب متاحهم بشكل كبير تزاير كانت في المرتبة 40 ولت مرتبة 33 ومصر كانت في المرتبة 39 وولت في المرتبة 35 يعني اكبر عملتها تزاير غراس اللي دو ماتش اللي ربحتهم ضد النيجر وربحت بهم 10 بونت ونص تقريب والخاسر الكبير في افريقيا بعد الجولة هذية هي نيجيريا بسبب الماتش اللي خسرته ضد غينيا بيساو واذا يتسبلها في خسارة متاع 13 نقطة واخرت كانت هي الرابعة افريقيا ولت دونك السادسة افريقيا وبالتالي الترتيب الافريقي جديد هو المغرب سينيغال تونس تزاير مصر نيجيريا الكامرون كود ديفوار بوركي نافازو مالي غانا وافريقيا الجنوبية ذوما احسن 12 فريق افريقي في الترتيب العالم الترتيب ايضاية بالطبيعة ينجب يكون مفيد في القرعة بلوتار وقت اللي بشي عمل القرعة في كيس افريقيا ولا القرعة متاع الكوب دوموند الجاي ذلك عليش سي تريز امبورتان بشي يكون ديما الكلاسمان متاعنا برميلي سانك ميار ايكيب افريكان وتذكروا في الكوب دوموند اللي فات وجودنا في الخمسة مراكز لولا خلينا نقابله مالي في مباراة الفاصلة وبالطبيعة كونك تقابل مالي اسهل من كونك تقابل في رقك كما سينيقال ولا المغرب ولا هكاية دونك وصلنا لنهاية الفيديو صحة شريبتكم مرة اخرى سبحانه خي